السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في هذا الفيديو في هذا الفيديو إن شاء الله راح نشرح ونحل مع بعض تمارين صفحة 23 لسنة الرابعة متوسط إذن معلكم غير تبعوا معايا نبدأ على بركة الله بسم الله إذن عدنا هنا جدول رايحين نكتبوا فيه المعلومات اللي تعرفنا عليها في الدروس اللي فاتت حول قصر الحمرة وقصر توب كابي نستعملوا المعلومات في هذا الجدول إذن عدنا خانة لقصر الحمرة وخانة لقصر توب كابي المساحة انتع كل واحد فيهم إذن عدنا الحمرة 100,000 سقوير متر 100,000 سقوير متر 100,000 متر مربع توب كابي 80,000 سقوير متر 80,000 سقوير متر إذن الحمرة أكبر من توب كابي which palace is smaller شكون هو صغير فيهم إذن توب كابي هو صغير which palace is larger إذن عدنا الحمرة is larger when was each place used as a royal residence في أي تاريخ تم استعمالهم كمقر ملكي أو كمقر للأمرة إذن الحمرة in the 13th century في القرن الثلتاش أما توب كابي between 15th and 19th century ما بين قرن الخمستاش والقرن التاسع عشر who built each place شكل يبنى كل واحد فيهم إذن قصر الحمرة بنوه مسلمز المسلمين وقصر توب كابي بنوه العثمانيين the ottomans what can you see or visit in each place وش تقدر تزور وتفيزتي في كل مكان في كل بلاسا فيهم إذن in alhambra you can see the courtyards gardens, fountains and towers in توب كابي you have halls, rooms, baths, gardens إذن هنا قصر توب كابي لتعرفوك إلي تفرجوا قصة أو مسلسل السلطان سليمان السلطان سليمان في مرهونا التاريخ انتهى وحياته وكيفاش كان مع الفتوحات وغيرها مثل هذا المسلسل في قصر توب كابي when was each place listed by UNESCO as a world heritage site في أي سنة تم حماية كل من المعلمين من قبل اليونسكو إذن alhambra in 1984 وتوب كابي in 1985 كل واحد فيهم التحمى في سنة alhambra في 84 وتوب كابي في 85 إذن هذا هو الجدوال هنا يشوفوا عدنا صورة لتوب كابي بالس اللي موجود في إسطنبول وهذه صورة لسليماني موسك أيضا الموجود في إسطنبول معروف اللي راحوا لإسطنبول اللي راحوا لزيارة لأنها معالم أثرية إذن هذا وشكاين في هاتين الصفحتين عفوا في هاتين الصفحة صفحة 23 نتمنى إن شاء الله أن هذا الفيديو وهذا الشرح يفيدكم وتستفادون تلاقوه في فيديوهات قادمة إن شاء الله أترككم في رعاية الله وحفظه وفي أمان الله